في قصة بتتداول وخصوصا في سنة سبعة وتسعين سنة سبعة وتسعين من ضمن الطلبة اللي كانوا بدرسوا علم الأثار هذا الطالب عنده شغف بحب المصريات فدخل المتحف المصري والمفروض أن الجروبات أو المجميع السيحية بتخرج قبل الساعة خمسة والمفروض أن يتم إجلاء كل الموجودين داخل المتحف هو ما خرجش فاستخبى جوه مع الفاترينات اللي موجودة وخصوصا الدور التاني الخاص بتطعن خامون كنوز تطعن خامون كنوز الحاجات دي ما لهاش أي تمام ده حاجات لا تقدر بمال عنده شغف بالمصريات الناس خارجت أفلوا الباب قعد يوم في قلب المتحف المصر لما قعد يوم الصبح في بيتعم الجرد فواجدوا أن بعض الفاترينات اللي موجودة الدور التاني الخاصة بتطعن خامون عزا الملك اللي حكم مصر ومات عنده 19 سنة الفاترينا مكسورة فعرفوا أن فيه إنسان غريب موجود داخل المتحف لما قالوا البعض فخرج وكان حاطت في جيوبه خناجر تطعن خامون القلادات الخاصة بيه فكان عنده حالة من الهلوسيشن حالة من الهلوسة بيتحك وخلاص معروف حتى في الطب إن الإنسان لما بيتحك من غير سبب أو ده لعلم السايكولوجي إنه عنده منيك ديبريشن منيك ديبريشن اللي هو عنده اكتئاب بيتحك وخلاص من غير أي حاجة فهو عنده ديبريشن فبي بيدي صورة للقصاد إنه هو سعيد هو طبعا من السعيد فحتى في الميديكال ترمينولوجي بيقوله عليه المانيك ديبريشن قاعد يتحك فأنا زك جابوله الدكتور محمد شعلان قصاص الطب النفسي عشان يقعد معاه وهيتحدث معاه مع الضحك قدر يفهم الدكتور محمد شعلان إن التشخيص بتاع الحالة دي يدعي عنده منيك ديبريشن طب ده نتيجة إيه فنتيجة إن قال له كتبلي سمعت إيه قال له سمعت إن فيه ناس بتتكلم داخل المتحف المصر قال له طب اكتبلي إنت شفت إيه أو كان بيكلموك بيقولولك إيه قال أنا شفت التماثيل التماثيل دي بتقرب مني وبتابد عني وفيه ضحك وفيه التماثيل دي بتتحرك والكبرى عما لا تيجي قال له طب قول لي بالزبط قالوا لك إيه فجاب ورق فكتب باللغة الرغلفية الجمل التي كتبها عنده مقارنتها باللغة الرغلفية طلعت صحيحة جنان عليه طبعا قبض عليه وقدم إلى القضاء وطبعا لما تفتش تاخد منه كل حاجة فبيقولوله ليه أنت يعني دخلت المتحف المصري ليه فقال عندهم عندي شغف وعايز أعرف العالم موراق اللي موجود التماثيل ده فيه إيه بالزبط عندي حب وعندي شغف فعايز أعرف طبعا اتحاكم لكن أنا لو بصيت من الوجهة آآ الأخرى وهو مدى شغفه ده مش هو بس كده ده ناس كتير ملايين في العالم عندهم شغف بهذه آآ الحضارة مطحف الأكسر لما أجي خش مطحف الأكسر كده هلاقي جامع أبو الحجاج شمالي خش مطحف الأكسر طريل كباش هلاقي مطحف أبو الحجاج شمالي مطحف المسجد أبو الحجاج جامع أبو الحجاج شمالي فوق الوول فوق الحائط هلاقي هلاقي جامع أبو الحجاج هكمل مطحف الأكسر معبد الأكسر هكمل في الآخر في الآخر هلاقي الغرفة هذه الغرفة اسمها غرفة الماميزي إلى الآن الغرفة دي ده غرفة الولادة الإلهية دي المين دي الحاج بسود خش الغرفة دي أنا الكلام دي أشرحه بالتفصيل خش الغرفة دي هلاقي غرفة عليها رسومات الرسومات دي هلاقي البقرة حتحور إلهة مقدسة ولو قفت عند البقرة حتحور كده دي كانت إله تعبد البقرة حتحور ولها الإله سبك اللي هو التمساح البقرة مع التمساح وهلاقي برضو الفيليوس لاين اتقسد مع بعض فهبص يلاقي حتش بسود هذه المرأة التي حكمت مصر عشرين سنة لها معبد رائع در البحر قطعة فنية منحوطة في الجبل ثلاثة دوار هنشرحه بالتفصيل ثلاثة دوار معبد الدير البحري معبد حتش بسود طبيعة المصريين منذ القدم ما بيؤمنش بالمرأة أن تكون رئيسة حاكمة قالت فكرة هذه الجميلة حتش بسود اسمها برغرفية حاتش بسود مش حاتش بسود حاتش بسود هذه المرأة الجميلة ذات الجمال وذات الأناقة وذات الزكاة التي كانت تجيد عدد من اللغات الأجنبية في آنة زك قالت فكرة رائعة جدا قالت عشان يبقى لها الشرعية في حكم عرش مص قالت اسطورة جميلة جدا قالت إن الإله قاموا نرا أتى إلى والدتها الملكة أحموزة في سورة كبرى لأن الكبرى كانت بتعبط في مصر فحصل فيه علاقة جنسية عن طريق هذه العلاقة الجنسية أتت حتش بسود إلى العرش فلما قالت الكلام دوت إلى المصريين القدماء وقالت لهم أنا الإله آمن راع أتى إلى أمي الملكة أحموزة في الحلم في سورة الكبرى ويعرفة تماماً إن الكبرى ده إله بيعبد في مصر القديمة وعن طريق هذه العلاقة أتت حتش بسود إلى العالم صدقها المصريين القدماء وبناء عليه حكمة مصر لمدة عشرين سنة وبنت معبد موجود موجود مفيش زيه في العالم طحفة فنية موجودة في الجبل الدير البحري اللي هو معبد حتش بسود لما أطلع الطابق الثالث عد الأولاني الثالث ألاقي أشكال من الحيوانات المصرية موجودة منحوطة على الحائط اللي هي الحيوانات اللي احنا اتكلمنا عليها سواء الفليوس لاين أو الفراج الدفاضع أو بي حول الأسد المتمثل في سورة وجه إنسان وجسم أسد ويحمي هذا المعبد الكلام ده موجود في الطابق الثالث من المعبد الدير البحري من الملكة الجميلة الزكية حتش بسود الكلام طبعا يطول عن علم المصريات ولكن الوقت قصير أشكركم على حسن المشاهدة وحسن الاستماع شكرا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر